موسيقى موسيقى مروانة عطية في تدريبات نادي الاهلي قبل 24 ساعة او قبل يعني بعد فرحه ب24 ساعة ولسه يمكن كمان حتى ما كملتش ال24 ساعة ولكن مروانة عطية موجود في التدريبات زي ما موضح لحضراتكم على الشاشة مستر مارسير كولر رفض انه هو ياخد الاجازة الكاملة ليه طبعا كان من المفترض انه هو ياخد اسبوع اجازة او راحة ولكن مستر مارسير كولر رفض هذا الامر وقال انه مروانة عطية لازم يتمرن مع زملائه في التدريبات المسائية على طبعا ملعب مختار التتش مروانة عطية يمكن طبعا فرحه كانت اجل اكتر من مرة ولكن الحمد لله تمت على خير وبنبريك له زي ما قلنا في بداية اللايف كان الناس كلها متوقع انه هو ياخد اسبوع ولكن زي ما قلنا لكم هو متواجد قبل مباراة المصري غدا والمقرر اقامتها ان شاء الله في التاسعة مساء قرات المصري غدا ان شاء الله نادي الاهلي بيسعى لها بكل قوة لانه فاضل على الحلو تكة زي ما بيقولوا واقترب اقتناس لقب الدوري بعد ما كان الامر طبعا صعب ولكن الفوز على برامد زرايح جاي سهل المهمة كتير لنجوم المارد الاحمر كلام كتير حول مروان عاطية غدا هيلعب ولا مش هيلعب ولكن الجهاز الفني او معاوني بقى مستر مارسيل كولر بيحاولوا يقنعوه انه هو يستثنيه من مباراة غدا منه هو في النهاية طبعا عريس جديد والمباراة طبعا يعني تحت شعار الاهلي بمن حضر واي حد ممكن يقدر يقدي مهمة مروان عاطية في خط نص نادي الاهلي وان كان طبعا هو واحد من اهم اعمدة الفريق ولكن هليني طبعا اوري لحضراتكم الصورة او عدة صور لمروان عاطية في التدريبات ده مروان عاطية ومعايا حسين الشحات ووراهم طبعا اكرم توفي ومشهد تاني لمروان عاطية ايضا من التدريبات اليوم وعلى عكس كل ما الناس توقعت انه هو مش هيكون موجود وانه هياخد على الراحة او هياخد راحة الاسبوع كما هو معطرف به يعني داخل النادي الاهلي ولكن مروان عاطية في التدريبات زي ما هو قدام حضراتكم والحياة بمنتهى الجدية زي ما عودنا في تدريبات النادي الاهلي وفي المباريات ايضا طبعا النادي الاهلي طلب حكام اجانب لمباراة المصري وسدد فلوسها بالفعل او سدد فلوس الحكم الاجنبي بالفعل احنا طبعا زي ما احنا عارفين اتحاد الكرة شارت على اي نادي عايز حكم اجنبي ادفع فلوسك النادي الاهلي بالفعل انهى كل الاجراءات المادية بهذا الامر وان شاء الله تكون مباراة عدي بسلام وامان وايا كان مين الفائز انها تمر بروح رياضية عالية ده كان بس انا المباشر هنا من صالة تحرير اليوم السابع عن مروان عاطية اللي احنا طبعا بامبارك له اللي احنا شفنا فرحوا زي ما قلنا لكم ويمكن كان لنا لايف سابق عن مروان عاطية فيما يخص انسحاب لعبي النادي الاهلي بهدوء من فرح مروان عاطية بعد قدوم المطرب الشعبي ريضا البحراوي مراعطا لمشاعر محمود كهربا نظرا انه كان في مشكلة ما بين فتح اخو محمود والمطرب ريضا البحراوي ولكن الامر عد بسلام وهدوء وكان فيه فرحة كبيرة جدا من نجوم النادي الاهلي ده بس سنة المباشر هنا من صالة تحرير اليوم السابع خليكم معنا في الساعات القادمة لسه مستمرين معاكم وأخبار حصرية في تلفزيون اليوم السابع ترجمة نانسي قنقر